اختتم وزير سياحة والأثار شريف فتحي زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية بلقاء وزير الحج السعودي توفيق ربيع يأتي ذلك ضمن اللقاءات الهامة التي يعقدها الوزير خلال هذه الزيارة لبحث سبل تعزيز تعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والأثار وقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز مزيد من التنسيق المشترك القائم بين الجانبين المصري والسعودي في ملفات الحج والعمرة بما يصهم في تحسين تجربة رحلات الحج والعمرة وجودة الخدمات المقدمة ومناقشة بعض الملفات التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك استعدادا لموسم الحج المقبل